بعد ما كنت ابو تريكا الجديد هاتب ابراهيم سعيد واهتم بالكرة بدل الحركات الخيبدي هجوم آسي من جمهور النادي الاهلي على امام عشور بسبب النيولوك الصادم اللي عمله تعالوا نشوف ايه الحكاية جدل كبير في الساعة اللي فاتت من جماهير النادي الاهلي على امام عشور نجم القرع الحمراء وده بعد النيولوك اللي عمله في ميران القرع الحمراء المفاكئة كانت مع ظهور امام عشور خصوصا بعد مبارات بيراميدز وفاجئ الكل بكل اللي عملوا في طريق تسريحة شهره واللي قرر يعمله دفاير وكانت مفاجأة مش بس للجمهور لكن كمان كانت مفاجأة كبيرة لزميله في النادي الاهلي اللي قالولو ايه اللي انت عمله ده يا امام ورد اللاعب عليهم وقال لهم نوع من التغيير جمهور النادي الاهلي ما عدهاش لامام عشور واتكلموا عن اللي عملوا اللاعب وقالوا انت في الطريق الغلط يا امام واحنا بنقول مستواجب قالو فترة مش حلو ليه ليه كده يا امام ما كنت حلو في الاول وواضح انك بعد ما قلنا هتبقى بوتريكا الجديد في الاهلي هتبقى نفس مسيرة ابراهيم سعيد امام عشور بقالو فترة في ازمات وتصدر التريند على مدار الايام اللي فاتتها خصوصا مع ازمة زوجته في المول الشهير واللي حصل مع افراد الامنة البداية كانت مع ان زوجته قالت له انها تعرضت لمدايقة من فاردين امن في المول امام فاجئ الكل وبعد ما خرج من المول رجع تاني ومع مجموعة من الشباب اللي جم بسرعة للمول وقرروا انهم يخدوا حق زوجته وفي الوقعة دي اتأذى فرد الامنة اللي قدم بلاغ ضد امام عشور مش بس كده لكن كمان لما حصل تفريغ للكاميرات التضاح ان فرد الامن كان صادق في كلامه وملوشي ان حصلها هي مدايقة زوجة امام عشور كمان امام كان حديث منصات التواصل في الفترة اللي فاتتها بعد اللي حصل بينه وبين شيكبالا ودخول كهرباء على خط الازمة بعد التصراحات اللي قالها شيكا عن امام والكلام عن اللقطة الشهيرة في مباراة القمة في نهاء الكاس وظهر امام جنب الشيكا وقال له كلمتين ومشيه شيكا طلع بعد اللي حصل ده وقال مع ابراهيم فيه انا مش هقدر اقول اللي قاله امام هو يطلع ويقول لكن كل اللي قدر اقوله ان امام طلب اتشارت بتاعي وما كنتش متخيل ان امام عشور ممكن يروح النادي الاهلي لانه كان معجون بحب زمالك ويكان بيتكلم معايا تون الوقت لما كان محترف براء تخلص الحكاية على كده لأ اتفاجئ الجمهور بظهور كهرباء في حلقة مع الاعلام سيف زهر ونقى الرسالة من امام عشور للجمهور وقال امام كلمني وقال لي علشان في واحد وهو كبير في السن طلع وقال ان امام طلب اتشارت بتاعه في مطش القناة امام قال لي ان الكلام ده ما حصلش وان الشخص ده في اشارة لشيكا كان طول المطش بيقول لامام بكرة ترجع زمالك بكرة ترجع زمالك وامام احترم ان الشخص ده كبير في السن وعلشان كده رد عليه ان لو في اللقطة الشهيرة انا في حتة تانية